موسيقى خلال جولتنا لاحظنا أن هناك غلاء في أسعار الأضحية للعيد لا تنسميه غلاء الأسعار إنه غلاء فاحش غلاء فاحش للأسعار للأضحي بحيث أن أصبح عيد الأضحى هو ضيف تقيل على المستهلك نظرا لأنه لا يترعيش لا يترعيش فيها الجيوب دي المستهلك بحيث تلاحظوا أن الغلاء دي اللأضحي لوصل واحد تمالي هو كبير ما كان غير 1220-140 واحد الخريف صغير 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 لا الدين صغير تيدير 50 الفريال 60 الفريال وهذا ما تيتمشش مع القدرة الشرائية دي المستهلك المغربي واللي بنا رجع لي هو أن العرض كتير من الطلب إمتى تكون الغلاء هو حتى يكون الطلب كتير من العرض وده با كان العرض العرض في السوق كين ورغم ذلك ما كانش ورغم ذلك كان غلاء دي الأسعار وهذا تتنافى مع هذا حتى يكون العرض كتير من الطلب يعني تكون موجود يعني تكون أتمينة مناسبة وكن ده با تنجدوا اللي مشيت عنده يقول لك 60 الف 80 الف أقل تمان هو 60 الف لبنا هنا حتى هد هد الخيرفان أو القطع اللي جانم سبانيوم رومانيا رهما دخل شنال الأسواق ما كانش وهذه ملاحظة اللحظة كجامعة أن هد الأسواق هد هد القطع دي الأسبانيا تتواجد غير في الفضاءات الكبرى وهذا عيب بخصب أن جميع المدن المغربية خاصة تستفدم هد العروض هذي لأن احنا كنا مغربة ماشي نختصروا على هد العرض دي هد هد القطع دي الأسبانيا غير في الرباط القنيطرة الضربدة لا خاص يكون جميع المدن يدخل لهد العرض هذا ويكون دي وفرة يلا المستهلك المغربي يقدر باش أنه يمشي القدرة التمشي مع القدرة الشرائية دي الألو بالإضافة إلى ذلك فهد هد هد القطع دي المدعم الحكومة أولا لإعفام الضربة على القيمة المضافة لإعفام الرسم الجمهور وكذلك الدعم دي للدولة دي 500 درهم كان هد دعم يتعطى الكسبة كان هد دعم يتعطى الطبقة الفقرة 500 درهم يلز نعليها الإعفاء دي الضرائب ودي الضرائب دي الرسم الجمهوريكي والضريب على القيمة المضافة غالس وحد ألف درهم علاش هذا ألف درهم ما تتعطى لهذا الناس اللي محتاجين علاش ما تتعطى مش هذا ألف درهم هدي مثلا تالي بيشتري حولي بتلتال ألف درهم لغا تعاون الحكومة بأحد ألف درهم علاش هاد الترخيص دي الستيراد هاد هاد الأغنم هاد جاء تعطى المكتب الوطني دي القطني والحبوب وحناش نتجرب اللولة دي الستيراد الأبقار من البرازيل رعرفنا هاد تجربة هدي لما عطت ولو وعود نز نتاني عطينا هم تاني باش يستوردوا هاد القطع هاد دي الأغنم لم أعطاش لم أكنش كما كانش واحد إضافة بالنسبة للمستهلك المغربي وهذا وهذا ما تنسمي وحنية هو المال السيب بالإضافة إلى ذلك فالمستهلك المغربي دي في هذا العيد هذا رهل جاء باش يبيع الأتات دي لو باش الحكومة تجهو القرود دك شركات دي القرود هو عنده قرود وعاد تجهو للقرود لأن لا حل له إلا باش يمشي للقرود الاستهلاكية وباش يمشي ويلتج أيضا إلى السلف من الأقارب وهذا ما شايد الأضحية ما شايد هو العيد الأضحى إذن هنا الحكومة ما تدخلتش يعني بقي صمت الحكومة فيما يخص باش الدخول فاسميته عليه فارتفاع دي الاسعار هذا يعني خلت سوق خلت السوق للمضاربين الشناقة الوسطة وهذا وهذا اللي تتنفى مع الحقوق دي المستهلك لماذا الحكومة ما تدخلش مثلا هي اللي غد دخل هذه القاطعة دي الاسبانية هي اللي غد تدخله هي اللي توقف عليه هي اللي غد توزعه وعلى حسب المناطق وعلى حسب الجهات ويكون مقنان ما ش ما ش اللي حرية الأصحاب المنافسة